اهلا بكم تجيج الصراعاته في المنطقة وسعيها لأن يكون اليمن شوكة في خاصيرات السعودية والعالم العربي وتأكيد من المملكة أن الصمت على الاعتداءات الإيرانية عبر عملائها في المنطقة لن يجعل أي عاصمة عربية بمنأة عن صواريخ الدولة الأولى الراعية للإرهاب أما عن عملائها فلا يجب التغاضي عن حزب الله الإرهابي الذي يسعى للسيطرة التامة على لبنان وبالتوازي مع الرسائل الموجهة لإيران تحميل المسؤولية للمجتمع الدولي في غض الطرف عن تجاوزات طهران لكل الحدود والعراف الدبلوماسية استنادا إلى اتفاقها المريب مع الدول الست وإذا الإرهاب الإيراني المستمر فالمملكة لن تقلف مكتوفة الأيدي خصوصا وأن السعودية تقود الجهود العربية لتحجيم الدور الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة وتقود نيابة عن العالم مواجهة أوهام طهران في تهديد الملاحة الدولية موقف عربي واضح جدا فيما يتعلق بإدانة الأداء الإيراني في الإقليم ضد المملكة العربية السعودية وضد البحرين وفي صلب القرار في أيضا إشارات قوية لمسائل الأسلحة السواريخ الباليستية وغيرها إلى تكليف المجموعة العربية في نيورك بمخطبط رئيس مجلس الأمن لتوضيح الخرقات الإيرانية للقرار المجلس 2231 الخاص بالسواريخ الباليستية وأيضا تكليف المجموعة العربية في نيورك بمخطبط رئيس مجلس الأمن لتوضيح ما قامت به إيران من انتهاكات لقرار مجلس الأمن 2216 بتزويد الموليشيات الإرهابية في اليمن بالأسلحة وكذا 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 لما تحط المادة 51 وتحط حق الدفاع الشارع عن النفس وتحط إشارات لتكليف المجموعة العربية في نيورك بإبلاغ مجلس الأمن برؤية عربية محددة وبهذا القرار ده معناه أنه لا أستبعد أن تكون الخطوة الأخرى التالية هي اللجوء إلى مجلس الأمن رسالة حاسمة وجهها وزراء الخارجية العرب لإيران في اجتماعهم الطارئ الذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بناء على طلب المملكة وبتأييد من دولة الإمارات ومملكة البحرين ودولة الكويت الاجتماع حذر إيران من مغبة استمرارها في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة كما أدان قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع تجاه المملكة وهو ما اعتبره وزير الخارجية عادل الجبير يعكس العدوان الإيراني على المملكة إن الصاروخ الباليستي الغادر الذي تم إطلاقه على عاصمة بلادي يعكس الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد المملكة التي شهدت نحو 80 صاروخ باليستي تحمل الهوية الإيرانية عبر عمليات الحوثي في اليمن تعرضت لها مختلف مدن المملكة بل لم تراعي قبلة المسلمين ومهبط الوحي مكة المكرمة التي استهدفتها بثلاثة صواريخ باليستية مزراء الخارجية العرب أكدوا في اجتماعاته متضامن الكامل مع الرياض وتأييدهم المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي فيما دعا الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط النظام الإيراني إلى مراجعة سياساته في المنطقة معتبرا أن استمرار طهران في تطوير ترسانتها الصاروخية يدفع الأمور إلى مزيد من التصعيد اجتماع القاهرة لم يغفل التأكيد على ضرورة أن توقف إيران دعمها لميليشيا الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان والتوقف عن إثارة القلاقل في البحرين والالتزام بتطبيق السياسة حسن الجوار والبعد عن تمويل ودعم الإرهاب نحن نتكلم عن الخطر الكبير الذي يستهدف دولنا وعدد دول وهو الخطر الإيراني فمسألة حين نتكلم عن الصاروخ الذي سقط على عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيق الرياض هو ليس أول اعتداء تتعرض له المملكة العربية السعودية من قبل أطراف تعمل لصالح إيران في المنطقة وهنا نقصد الحوثي وأيضا النقطة الأخرى في الاجتماع هو مسألة نتفجير أنبوب النقط في البحرين هو أيضا ليس أول اعتداء بل هو سلسلة من اعتداءات طويلة كلفتنا الكثير من الشهداء وألوف الجرحة من رجال الأمن ومن أبناء البحرين وكل هذه الجرائم قام بها عملاء إيران في المنطقة طفح الكيل هذه هي فحوى رسالة الوزراء العرب لطهران التي لم تعد تعبأ بالمواثيق الدولية وحقوق الجوار وصارت تعيث في الأرض فسادا مستخدمة أذرعها الإرهابية والإعلامية والمالية للهيمنة على المنطقة ومقدراتها غير أن ما أعلنته المملكة مؤخرا من أنها ستتخذ ما تراه مناسبا للحيلولة دون نجاح مخططات طهران لقي دعما دوليا واكتسب بعد اجتماع القاهرة أيضا المزيد من التأييد لكل ما يحافظ على الأمن القومي للمملكة وللدول العربية حسن إبراهيم لبرنامج هونرياض وللنقاش في ملفنا الأول لهذا الحلقة من هنا الرياض عن رسائل الاجتماع الوزاري العربي ولغة الحسمة التي بدأت واضحة تجاه إيران والتحفظ اللبناني وماذا بعد ينضم إلينا في يلسدي عضو مجلس الشورى دكتور إبراهيم النحاس كما ينضم إلينا من القاهرة مساعد وزير الخارجي الأسبق السفير فوزي العشماوي ومن عمان مدير تحليل صحيفة الرأي الأردنية فيصل ملكاوي مساء الخير جميعا ضيوفنا الكرام أرحب بك دكتور إبراهيم وأبدأ معك الحديث حول هذا الاجتماع الوزاري العربي برأيك ما هي الرسالة التي حملها هذا الاجتماع باللغة الحسم تجاه إيران بدأت واضحة في هذا الاجتماع وخصوصا سواء في البيان الختام أو في الكلمات التي سبقت نعم هذا ما كانت تفتقده الجامعة الدول العربية خلال مرحلة طويلة ويتسقدها أيضا العالم العربي نحن الآن في مرحلة انتقالية مرحلة مهمة جدا وخاصة وهذا مما يسعدنا جميعا أن دعنا نقول معظم الدول العربية أو جميع الدول العربية باستثناءات معينة بدأت تدرك الأخطار الإيرانية المتصاعدة والممارسات الإرهابية الإيرانية سواء ممارسات النظام السياسي الإيراني أو عملائه مرتزقته في المنطقة بدأت تصل إلى العواصم الرئيسية في العالم العربي بعد أن كانت تهدد هنا وهناك وبالتالي هذا الإدراك وهذا الوعي الذي وصل إلى جميع العواصم العربية يدعونا أن نستبشر خيرا حقيقة بأيضا القرارات التي تصدر والقرارات أيضا التي ينتظر أنها تصدر في المرحلة القادمة لمواجهة هذه الأخطار المتصاعدة أيضا نقطة أخرى بدأ الإدراك أيضا يصل إلى العواصم العربية من الدول العربية الأخرى دول مجلس التعاون بشكل عام المملكة العربية السعودية كانت دائما تنادي بأهمية مواجهة الخطر الإيراني التنظيمات الإرهابية الإيرانية بشكل أو بآخر وبالأخص أيضا تسميت هذه التنظيمات والجماعات بشكل مباشر ومن غير الإحاءات هنا وهناك أدركت العواصم العربية الأخرى هذا القول على الرغم من أنه وهذا ما يدعونا كثيرا للتعجب في مراحل الماضية أن كثير من العواصم العربية كانت تنادي بحماية الأمن القوم العربي بأهمية الوقوف وأيضا حفظ هذا الأمن القوم العربي بجميع الوسائل وجميع الأساليب الدعوة دائما بأن يكون هناك تعاضد عربي كانت المملكة دائما تقود مثل هذه الأفعال على أرض الواقع من غير أن تسميها بالأقوال بحكم أن هناك عواصم عربية رفعت من هذه الشعرات لكن لم يكن هناك استجابة خلال تاريخ طويل على الرغم من أن التدخلات الإيرانية كانت واضحة وبائنة بشكل مباشر وخاصة في مملكة البحرين ودول الخليج الأخرى وأيضا التنظيمات الجماعة الإرهابية الآن نحن سعداء حقيقة هذه الليلة أن نسمع مثل هذه الوقفة العربية على هذا المشتوى الوزاري نتمنى أيضا أن تنتقل هذه الحماسة وهذا الخطاب القوي أو هذا البيان أيضا المعبر حقيقة عن المشاعر العربية ينتقل إلى مرحلة الأفعال بشكل أو بآخر وأن يصل إلى طهران بشكل مباشر وأن يكون هناك حزما وحسما حقيقة أيضا حتى في القرارات أو المبادرات التي سوف تذهب أيضا إلى مراحل أبعد كمجلس الأمن هذه اللغة اللغة جديدة ولعل أيضا دعنا نقول بأن المرحلة التي مرت بها المنطقة في المرحل الماضية ولعل أيضا عاصفة الحزم وعاصفة الأمل الآن كانت أيضا حافزا للأمة العربية بأنهم يستطيعوا الفعل يستطيعوا العمل يستطيعوا أيضا التنسيخ فيما بينهم أيضا التهديد عندما يصل هذا التهديد التهديدات الإيرانية عندما تصل لهذا المستوى ويقابلها رد فعل سعودي حاسم وحازم وصالم حقيقة وأنه لن يكون هناك مرحلة كما كان في المرحل الماضية أن يكون فقط الخطاب السياسي منتقدا وبعيدا تماما عن تصعيد عندما تأتي هذه النبرة العربية القوية من قبل العاصمة الرياض بشكل مباشر لعلها أيضا محفز آخر للعاصمة العربية الأخرى وأن يكون هذا الحسم نحن نعيد ونقول نحن سعداء بهذا الصوت العربي نتمنى أن يكون هذا هو ديدا العرب أن يكونوا مع بعضهم البعض كما هو يفترض أمنهم العربي هو واحد وأمنهم القومي هو واحد لا شك أستاذ فيصل أو فوزي الأشماوي عفوا ضيفنا من القاهرة صوت عربي موحد ولغة جديدة كما شارد دكتور إبراهيم لم نألفها في اجتماعات الجامعة العربية هل هذه اللغة برأيك أستاذ فوزي أتت على مستوى الخطر على مستوى التهديد الذي تمثله إيران بالنسبة للدول العربية مساء الخير أستاذ خالد وتحياتي لضيوفك الكرام الدكتور إبراهيم والدكتور فيصل الحقيقة أنا يعني شخصيا لا أحبس كثيرا استخدام كلمة تاريخي ولكني أجد نفسي الليلة متفق كثيرا مع التوصيف الذي أطلاقه السيد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية بأن اجتماع القاهرة كان اجتماعا تاريخيا لأنه هذه تكاد تكون المرة الأولى التي نجد فيها أن النظام القوم العربي يستنفر استنفارا ملموسا ولافتا للوقوف صفا واحدا و إظهار التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية ومع البحرين و إيصال رسالة حاسمة إلى إيران بأن النظام القومي العربي لن يسمح بالتجاوذات وبالخرقات الكبيرة والتي كان أهمها وأختارها الصواريخ الباليستية التي أطلقت في اتجاه مكة وفي اتجاه الرياض لا شك أن الاجتماع اجتماع فارق ولافت ولا شك أن الرسالة رسالة قوية وحازمة و نتمنى أن يعقوبها أفعال تؤدي إلى نوع من أنواع حسن العلاقات في الإقليم بما يسمح بالتنمية والتقدم لكل الدول الموجودة فيه نعم حسن العلاقات بين من ومن يا سيد فوزي حسن العلاقات القائم على ما ذكره البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب بين الدول العربية وكل الدول الموجودة في الإقليم وفي مقدمتها إيران بشريطة أن تلتزم إيران بمبادئ حسن الجوار وبشريطة أن لا يكون هناك أي تهديدات للمصالح العربية والنظام الأمني القومي العربي جميل أستاذ فيصل الملكاوي ضيفنا من عمان يعني انتقال لغة الخطاب من قبل الجامعة العربية بهذه اللغة التي لم نعها ربما من قبل كانت موازية لحجم هذا الخطر الإيراني على أمن واستقرار المنطقة وكأنه كما وصفه أيضا أستاذ فوزي العشماوي استنفار للأمن القومي العربي الخطوة التالية هل تعتقد أنها تتمثل في تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية حينما ذكر أنه سيتم مخاطبة المجتمع الدولي ومطاربة أيضا لمجلس الأمن بوقف يعني إيران عن دفع المنطقة للهاوية شكرا يعني في الحقيقة اليوم يعني نحن سعيدين كما ذكر ضيوفك الكرام لأن النظام السياسي العربي أخيرا أدرك وارتقى إلى مستوى الحدث وعاد للجامعة العربية ألقها ودورها وذراعها القوية في الدفاع عن القوم العربي ولجم التهديدات التي تواجه الأمن القوم العربي وبخاصة من إيران التي تقود مشروع طائفي مشروع إرهابي مشروع تدخلات في المنطقة يعني في الحقيقة اليوم الأمن العربي كل مهدد وليس أمن المملكة العربية السعودية العزيز والغالي علينا جميعا لكن ما قامت به المملكة العربية السعودية أنها تصدت لهذا الخطر مبكرا ونابت عن الدول العربية وعن المجتمع الدولي في التصدي لهذا الخطر الكبير وهذه الآفة وهذا السرطان والأخطبوط الذي يضرب في المنطقة والعالم اليوم يعني الخطوة يجب أن تنتقل من هذا القرار القوي الذي يشكل رؤية عربية كاملة متكاملة تجاه الخطر الإيراني إلى بلورته إلى قرارات ونتائج على الأرض يعني لا يكفي اتخاذ هذا القرار على أهميته لأن التدخل الإيراني ما زال موجود على الأرض العربية يعني إرهابيين حرس الثورة الإيراني يتباهون أنهم يحكمون السيطرة على خمس عواصم عربية فهذا التدخل ما زال موجود وقاسم سليماني ما زال يجول في بعض العواصم العربية وصواريخ الحوثية وذات الهوية الإيرانية كما ذكر معالي السيد الجبير تطلق على المملكة العربية السعودية وبالمناسبة يعني لا يخلو سجل أي دولة عربية من اعتداء إيراني إن لم يكن بصاروخ بتدخل إن لم يكن بميليشيا في داخلها فعلى حدودها وإن لم يكن بذلك فبتنظيمات إرهابية وتخريبية داخل الدول العربية كافة الدول العربية تأذت من مشرق العرب إلى مغربهم اليوم يجب الانتقال بهذه القرارات وبهذه الرؤية العربية الواضحة إلى المستوى الدولي خصوصا أنه بالأمس يعني شهدنا تطور دولي واضح بالاتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي مانويل الذي ماكرون الذي الذين أكد أنه يجب لجم التدخلات الإيرانية في المنطقة وهذا شيء مهم يشجع يتقابل مع الرؤية العربية اليوم بصراحة العمل والحسم لأنه اتخاذ قرار دولي بموجب المادة 51 والدفاع عن النفس وقرار مجلس أمن دولي بموجب الفصل السابع هو الذي سيلجم إيران لأنه لكي لا تتحول القرارات يعني بعد قليل يخف زخمها وينشغل الساحة الدولية والساحة العربية بقرارات أخرى يجب الاستثمار فورا وتشكيل لجنة اتصال عربية لتطوير الموقف الفرنسي والأمريكي والذهاب إلى مجلس الأمن وأنا أعتقد اليوم هناك بيئة دولية يعني تعاف وتكره التدخلات الإيرانية وتريد وضع حدود لها وضع هذه الحدود بقرار من مجلس الأمن الدولي يتدعمه الرؤية العربية المتكاملة يعني هذه رؤية غير مسبوقة قل لم اتفق العرب بهذا الشكل الكامل لأنهم شعروا بالخطر فاليوم ملعبنا في مجلس الأمن ويجب أن نذهب إلى ذلك الملعب ونحقق الهدف الكبير بإخراج وقطع الأذرع الإيرانية من الدول العربية وتهديد الأمن القوم العربي جميل دكتور إبراهيم يعني استثمار هذا المناخ العام الذي يشار له الأستاذ فيصل الملكاوي مناخ عام يتعلق بموقف الدول العربية الآن الحازم من هذه التدخلات الإيرانية تنسيق الموقف ما بين الولايات المتحدة وفرنسا تجاه الخطر الإيراني كيف يمكن البناء عليه كيف يمكن تطوير هذا الموقف نعم هو تطويره يأتي من رفع الأدلة ورفع الشواهد التي لدى الدول العربية جميعها بتاريخ التدخلات الإيرانية السيئة سواء بشكل مباشر أو بزرع الخير التجسسية أو بتدخل في الشؤون الداخلية أو بالبيانات الرسمية التي تصدر من قبل الساسة أو من قبل المسؤولين الإيرانيين بشكل مباشر ورفعها إلى المستوى الدولية الأخرى سواء الدول كدول الدول الرئيسية الولايات المتحدة فرنسا المملكة المتحدة وهذه الدول التي لها أيضا تاريخ مع النظام السياسي الإيراني ليس بالإيجابي عانت كثيرا سواء بحرق سفاراتها أو بالتعدي على مواطنيها أو أيضا بدعم عملياتها وتنظيمات إرهابية حتى في داخل الدول الأوروبية وبالتالي هذا العمل وهذا التنسيق بالأدلة وليس بالأقوال والخطابات وبالشواهد التي حدثت على رضا الواقع ينمي هناك إلى حد ما حراك دولي بشكل أو بآخر قد يكون الذهاب إلى مجلس الأمن قد يكون هناك معوقات قد يكون الموقف الروسي لا يحسب حسابه وبالتالي قد تعطل بعض الأمور إلا أن يكون هناك موقفا دوليا واضحا قويا يدين النظام السياسي الإيراني بشكل مباشر قبل الذهاب إلى مجلس الأمن وهذا سيكون له ألية مهمة جدا الممارسات الإرهابية والمتطرفة للنظام السياسي الإيراني هي واضحة للبيان أو للعيان وأيضا التصريحات الرسمية من قبل سواء ما يسمى بمرشد الفوضوية الإيرانية أو بالرئيس الإيراني أو غيرهم من أساس الإيرانيين واضح جدا وهذا يدين الدولة الإيرانية من غير الذهاب حتى للأدلة فما بالك بأن تكون هناك أدلة على أرض الواقع لذلك العمل الدولي بهذا الشكل مهم ولكن يسبق هذا الموقف العربي أن يكون دائما بهذا المجتوى أن يكون بهذا الشكل متناسقا متناغما أن يكون الخطاب العربي واحد وأن يكون أيضا جميع من يدعم ويتبنى النظام السياسي الإيراني في الدول العربية محلة تجريم ومحلة أيضا محاكمة مباشرة من قبل الدول التي يتواجدوا فيها أن لا يسمح بمثل هذه الأصوات التي تدعم النظام السياسي الإيراني بشكل أو بآخر تدعم التدخلات الإيرانية كما هو النظام الصهيوني أو الكيان الصهيوني فنحن لا نفرق بين النظام السياسي الإيراني الذي يدعي الإسلاموية وهو يمارس التطرف ويسعى لاستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وبلاد المسلمين كما هو النظام الصهيوني أيضا الذي يحتل الأقصاء الشريف ويتعدى على أهلنا في فلسطين وبالتالي نحن لا نفرق لذلك ولذلك على جميع الدول العربية أن لا تتساهل مع جميع من يتعاطف حتى مع النظام السياسي الإيراني كما هو أن يتعاطف مع النظام الصهيوني بشكل أو بآخر وإلا لن يكون هناك عملا سياسيا جادا ولن يكون هناك حتى صوتا عربيا قويا أمام المجتمع الدولي كيف لنا أن نرفع هذا الصوت هنا وهناك منه بيننا أن يكون عميلا ومرتزق للنظام الصفوي أو النظام السياسي الإيراني بشكل أو بآخر نعم سيد فوزي نبقى في نفس السياق كيف يمكن البناء على هذا الموقف العربي وعلى هذا المناخ الذي ينادي بضرورة لجم إيران عن تدخلاتها الأدلة والإثباتات والشواهد كما أشار الدكتور إبراهيم واضحة وليست بحاجة إلى دلائل أو قراءة بالنسبة للمجتمع الدولي حتى الدول الغربية كثير من دول تأذت بعثاتها دبلوماسية وسفراتها من الاعتداءات الإيرانية على مدى العقود الماضية وبالتالي ما هي الآلية التي يمكن من خلالها العامل الآن على المستوى الدولي يعني إذا تحدثنا على المستوى الدولي فلا شك أن المناخ مواتي بوجود إدارة أمريكية متفهمة جيدا للمخاطر الإيرانية أيضا السياسة الفرنسية من الواضح أنها أيضا تدرك جيدا هذه المخاطر ولكن أتفق كثيرا مع ما تفضل به الدكتور إبراهيم أن الهومورك أو المفروض أن يتم الآن هو جسر الهوة بين أي مواقف بينية عربية في داخل النظام العربي ذكرنا منذ قليل أن اجتماع الجمع العربية على مستوى وزراء الخارجية يعتبر اجتماعا فارقا واجتماعا غير مسبوك يجب أن يجلس وزراء الخارجية العرب والمسؤولين العرب لكي يتفقوا على رؤية واحدة إذا كانت هناك بعض الدول في داخل النظام العربي لديها تحفظات على السياسة العربية وسياسة النظام العربي تجاه إيران يجب أن تفهم هذه الدول المخاطر الإيرانية ويجب أن يتم إضاح الخروقات الإيرانية بالأدلة الدامغة حتى يكون للعرب كلمة واحدة حينما يكون للعرب كلمة واحدة وموقف واحد تكون الخطوة التالية هي الذهاب إلى مجلس الأمن وحتى الذهاب إلى مجلس الأمن سيكون مسبوكا أيضا بالتنصيق مع القوى الدولية وأيضا الحديث عدم استبعاد قوى دولية مثل روسيا ومثل الصين يجب أن يتم التحدث معها ويجب أن يتم إفهامها أن القلاق وعدم الاستقرار الموجود في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ليست من صالح أي أحد أيضا هناك نقطة كبيرة وهي أن هناك من المعروف للكافة أن المؤثرات الإيرانية واضحة في دول مثل العراق مثل لبنان مثل اليمن مثل سوريا ما تقوم به مثلا أو ما قامت به السياسة السعودية منذ فترة في رأب الصدع مع السياسة العراقية هذه خطوة كبيرة تهديئة الأوضاع في اليمن ومحاولة الوصول لحلول جزرية في اليمن وفي سوريا وأيضا تعديل الأوضاع في الساحة اللبنانية كل هذه أمور مهمة جدا جدا لمحاولة تحجيم التأثيرات الإيرانية وتقليلها بقدر الإمكان وحصارها وبالتالي تقليل أي ضرر منها على الوطن العربي جميل سيد فيصل الملكاوي يعني كيف يمكن برأيك يعني ردم هذه الهوة التي قد توجد وهي موجودة في الأساس بين بعض الدول العربية أو داخل البيت العربي فيما يتعلق بي الموقف من إيران إذا كنا نتفهم بعض الموقف العواصم العربية التي تسيطر عليها إيران أو تسيطر على قرارها إيران بشكل مباشر أو غير مباشر لكن هناك بعض الدول التي يعني ينبغي هل من الممكن أن يكون هناك حديث داخل البيت العربي تحديدا في هذا الوقت بالذات لأن هذا الخطر يستدعي أن يكون الموقف أيضا أكثر توحدا من السابق يعني في الحقيقة يعني كل المتطلبات التي تدعو العرب للتوحد أمام الخطر الإيراني موجودة وبشكل صارخ على الساحة العربية وكما ذكرت لك في السؤال الأول أستاذ العزيز يعني فلنراجع سجل كل دولة عربية في العلاقة مع إيران أولا إيران لم تحترم الشرعيات العربية ولم تحترم بوابات الشرعية العربية لإقامة علاقات العرب رحب فيها دوما والعرب لو سوا دعاة حرب بل دعاة سلام وحسن جوار لكن إيران أصرت على تجاوز بوابات الشرعية العربية والنظام السياسي العربي إلى الدخول من الأقبية وعبر التنظيمات وعبر الميليشيات الإرهابية وعبر بث الطائفية كما قلت لك وأصر على ذلك من مشرق الوطن العربي إلى مغربه ولندرس سجل كل دولة عربية سنجد إما هناك تنظيم إرهابي أو خلية تجسسية أو حاولة إقامة ميليشي على حدودها أو قضى قذف صواريق كما يحدث مع المملكة العربية السعودية العزيزة في هذه المرحلة ثم التهديد والتلويح بالهيمنة يعني هذه الدلة في الحقيقة ليست بحاجة لبحث يعني مأخوذة من ألسنة الإيران النفس بالمناسبة هم لا يخفون التدخل في الدول العربية يعني يتواقحون ويجاهرون بمثل هذا العمل الإرهاب الغادر الجبان لكن أن تتباين وجهات النظر العربية بهذا الموضوع يعني أنا أستغرب جدا أن يكون أحد في الدول العربية اليوم وفي هذه اللحظة وفي هذه المرحلة بعد كل هذا التاريخ من الاعتداءات والتجاوز النظام السياسي العربي أن يكون لديه وجهة نظر في منطقة رمادية بصراحة اليوم لا يوجد مكان للمساحة الرمادية في العلاقة مع إيران اليوم يجب لجم التدخل الإيراني لأن الدولة العربية التي لم يصلها التدخل الإيراني إذا بقي الوضع على ما هو عليه سيصلها آجلا وليس آجلا هذا خطر مميت على المنطقة بشكل كامل فلذلك لا يوجد مناطق رمادية بصراحة يجب اتخاذ موقف عربي واحد اليوم أرى أن هناك باجتماع الجامعة العربية تطور كبير في تخفيف هذه المنطقة الرمادية إلى الحد الأعلى حتى أن الذين كانوا ممكن أن يكون لهم مواقف لربما يعني خجلوا أو ليس خجلوا لم يجرؤوا على حضور اجتماع مجلس الجامعة العربية لأنه لا حجة لهم لأنه إذا كان في السابق يحاولون التلاعب بالكلمات السياسية اليوم لو حضروا اجتماع الجامعة العربية سيبدون في الدفاع عن إيران وتدخلاتها وعدوانا على الدول العربية وهذا شيء غير مسموح ولا يمكن استماح به وغير مقبول أيضا نعم دكتور أبراهيم دعنا نعلق على التسليحات التي تأتينا الآن أو تدلان من قبلهم مع الوزر الخارجي عادل الجير بأن المملكة تدرس الذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وذكر أيضا في الجامعة العربية ذكر أن المملكة العربية السعودية حاورت منذ بدء الثورة الإيرانية أن تتعامل معها وفق حصن الجوار وهذه السياسة المملكة لكن للأسف إيران ضربت عرض الحياة بكل القوانين والعرافة الدولية وما دابت تنتهي هذه العرافة والقوانين الدولية ليس مع المملكة فقط ولكن مع كثير من الدول العربية نعم صحيح منذ الفوضوية الخمينية عندما وصلت للحكم والمنطقة كلها تعاني بل أيضا من كثير من الدول العالم حتى وصل الإرهاب الإيراني إلى أقصى الأرض في أمريكا اللاتينية وذلك بأقوال تلك الدول وليس بإدعاءاتنا الآن عندما يدرس مثل هذا القرار للذهب لمجلس الأمن نحن مع ذلك تماما حقيقيا رائع عام عربي ورائع عام إسلامي وهذا هو المفترض لدى جامعة الدول العربية أننا كنا على الرغم من إشهدتنا وأيضا تأييدنا الكبير حقيقة وسعادتنا بالبيان الذي صدر هذه الليلة بالمواقف العربية كنا نتمنى أيضا إضافة مثل هذه الفقرة بالذهب لمجلس الأمن وليس تأجيلها لمرحلة معينة كتهديد للنظام الفوضوي في إيران الذهب لمجلس الأمن ولماذا لا نذهب لمجلس الأمن ولتظهر مواقف الدول حتى الدول العظمى إذا ما استخدمت الفيتو على الأقل تقدير يكون لنا هناك حرور ويكون أيضا وضع النظام السياسي في إيران أمام المجتمع الدولي بأنه نظاما ممارسا للإرهاب وبأنه نظاما يدعم تدخلات في الدول الأخرى ويدعم الميليشيات والتنظيمات الإرهابية كما هو الحزب الإيراني في لبنان أو الجماعة الحوثية في اليمن أو حتى في التدخل في الشؤون الداخلية في الدولة العراقية وغيرها من الدول العربية أو في أيضا العبث الذي يقوم به نظام وعملاء في مملكة البحرين كل هذه عدل الله تساعدنا كثيرا في إيدانة هذا النظام أمام المجتمع الدولي ونعيد ونقول بأنه الآن يجب أن يكون كما هو حسما وحزما أيضا تبنتها المملكة بالسعودية في قضاياها الخارجية يجب أن على جميع الدول العربية أيضا تجاه المتعاطفين مع النظام السياسي في إيران أي أن كان الصوت العربي في تلك الدول لأنه لا مجال لأن يكون بيننا من يخون الأمن القوم العربي ومن يخون الدول العربية التي يتواجد بها على جميع المشتويات أي خيانة في أي دول العربية تؤدي إلى هدم الأمن القوم العربي في جميع الدول العربية وليس فقط في تلك الدولة شميل لكن دكتور أنت شطأ أيضا سابقا إلى يعني ربما يكون هناك تحفظات روسية مثلا أو غيرها كيف تلعب الدبلوماسية العربية وهي بحمد الله لجحت يعني خصوصا الدبلوماسية الخارجية حينما لجحت مثلا في في الإقناع روسيا بعدم الاعتراض على القرار الدولي الخاص باليمن كيف يمكن للدول المشتوى العربية أن تلعب دورا في ذلك بهذا الصوت العربي وبهذه الوحدة العربية ستواجه روسيا حرجا كبيرا حقيقة في أن تعترض على مثل هذا الإجماع العربي إذا كان جميع الدول العربية 22 دول العربية بصوت واحد ذاهب إلى مجلس الأمن وخاصة الدول العربية الرئيسية تحدث هنا عن المملكة العربية السعودية كدولة متبنية لهذا القرار جمهورية المشتوى العربية الدولة الرئيسية في العالم العربي الدول العربية الأخرى الجزائر السودان المغرب هذه الدول الكبيرة العراق هذه الدول المهمة جدا في العالم العربي وتاريخ أيضا الذي يربطه أيضا بالدولة الروسية وخاصة جمهورية المشتوى العربية إذا كان هذا الصوت العربي صوتا قويا واحدا ستحرج جميع الدول العظمى بما في ذلك الدولة الروسية أو الصين بأن تستخدمها الفيتو على أقل تقدير أن تمتنع عن التصويت أما إذا كان هناك تذبذبا في الأصوات العربية وفي المعقف العربية فهنا سيكون هناك إلى حد ما قد يكون فيه تروسية شكرا لك دكتور إبراهيم وأرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مشكورا الحديث في محورين القادم أتوجه بي شكرا الجزيل لضيفنا من القاهرة مساعد وزير الخارجية الأسبق سفير فوزي العشماوي ولضيفنا من عمان مدير تحرير صحيفة الرأي الأردنية فيصل ملكاوي شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر